طلابنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في مادة علم المواد 2 محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في هذه الجزئية اللي هي الجزء رقم 5 من الفصل الأول هنتكلم عن الشرطة الأولى نبقى بالدراسة والتحليل اللي هو الاسمه Interproduction to engineering material أو مقدمة عن أندس المواد أول فقرة فيه هنتكلم عن مقدمة عن هذا الموضوع ونتكلم عن أهمية الماتيريز بعد كده هنتكلم عن examples عن tools أو العدد والآلات والأسلحة اللي استخدمت في الحضارات القديمة من الماتيريز في الحقيقة أهمية دراسة مادة زي علم المواد 2 في غاية الأهمية لطلاب الهندسة الميكانيكية لأن طالب الهندسة الميكانيكية في الحقيقة مهمته كبيرة في عملية إنتاج وتصميم منتج الماء فكيف سيتسنى له عملية التصميم والإنتاج وهو لديه معلومات قليلة عن الماتيريز عشان كده كان لازم يدرس مادة سمع علم المواد 2 عشان تديله بنك معلومات خاصة بعملية الماتيريز إيه هي أنواع الماتيريز المختلفة اللي عنده إيه هي خواصها إيه هي التطبيقات بتاعتها إزاي تحصل عليها إزاي أصنعها عشان كده كان لازم يدرس كورس زي علم المواد 2 في الحقيقة لما نجي نتكلم عن أهمية الماتيريز في الحقيقة من فرط أهمية الماتيريز في الحياة الإنسان بشكل عام حتى منذ فجر التاريخ لقينا أن في عصور كاملة من عصور الحضارة البشرية سميت باسم الماتيريز اللي هي موجودة فيها يعني مثلا لو بصينا للعصر الحجري المتأخر اللي هو بدأ من 4000 ل 8000 قبل الميلاد كان اسم العصر الحجري ليه العصر الحجري؟ لأن في هذا العصر استخدم الإنسان الحجر في كافة مناحة لهاية بتاعته بدأ يعمل منه أواني عشان يأكل فيها بدأ يعمل منه النصر بتاع الرمح اللي هو مثلا هيصطب به أو هيحمي نفسه من الحيوانات المفترسة اللي حواليه حتى المسكن بتاعه كان بيسكن داخل كهوف موجودة في الحقيقة معمولة من الحجر بعد كده لقينا في العصر النحاسي اللي هو بدأ من 31500 ل 4000 قبل الميلاد في الحضارة المصرية الأديمة بدأ الإنسان يعرف النحاس النحاس بدأ يستخدمه بالفعل تمام؟ بدأ يعمل منه ميريات أو ما شابه أو أغلب أنواع الاستخدامات في هذا العصر استخدمها من النحاس طيب بعد كده لما نشوف العصر التاني اللي هو العصر الأول لإستخدام البرونز وهي أحد سباك النحاس اللي هو بدأ من 2300 ل3150 قبل الميلاد في هذا العصر عارف الإنسان البرونز بدأ يصنع منه الأسلحة بتاعته زي ما هنشوف بعض من الإجزامبل في الصورة اللاحقة لهذه الشريعة بعد كده عندنا العصر البرونزي المتوسط اللي هو بدأ من 1150 ل2000 قبل الميلاد بعد كده لقينا في العصر البرونزي المتأخر اللي هو بدأ من 1200 لقبل الميلاد 1150 تمام؟ بعد كده أعرفنا برضو إن في العصر الحديدي اللي استخدم فيه الإنسان الحديد اللي هو من سنة 1000 لغاية 1200 قبل الميلاد يعني أنت تحس إنه هو عصر شوية الإنسان يعني كل ما تقدم الوقت بالإنسان بدأ يعرف معادن أكثر تمام؟ بعد كده العصر الحديدي التاني وده اللي كان من سنة 586 لألف قبل الميلاد برضو كل هذي في الحقيقة المعلومات عن الماتيريال عرفت في الحضارات القديمة في الشرق الأوسط يعني خاصة مصر زي ما دا شايف زي ما التاريخ بيوضع في الحقيقة في هذه الجوزية بيتكلم عن examples عن الطول والأسلحة اللي استخدمت في الحضارات القديمة يعني دي البلطة أو الأكس زي ما بنسميها هذه مصنوعة زي ما دا شايف برضو من الماتيريال ممكن تكون حجرية ودي خشبية اليد بتاعتها خشبية بعد كده بدأ يستخدم منها يعمل الرمح بعد كده بدأ يعمل أققوس بعد كده بدأ يعمل عجلات حربية عشان النقل وعشان برضو سموها عجلات حربية لأنها كانت تستخدم في الحرب في الحياة بعد كده بدأ يعمل خناجر مثلا مصنعة من سباك البرونز بدأ يعمل أواني ومعدات زي ما احنا شايفين استخدمت إما من البرونز أو من مواد أخرى يعني حاجات ممكن تستخدم في الزراعة حاجات ممكن تستخدم كأسلحة عشان الإنسان يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة أو أنه هو يستخدمها في الدفاع عن نفسه أو في الصيد أو ما شابه عشان يوفر نفسه الأكل اللي هو بيكل ترجمة نانسي قنقر